اشتركوا في القناة تعالى نشوف الدرس بتاعنا بيقول ايه الدرس بتاعنا بيقول ان البيئة الصناعية فيها مشكلات للصناعة وفيها مشكلات للبيئة الصناعية تعالى نشوف هنفرق بينهم ازاي تعالى نشوف الاول تتعرض الصناعات للعديد من المشكلات الصناعات يعني اكدني بالزبط هفتح مصنع تعالى نشوف بيقابلني بعض المشاكل زي ارتفاع سعر المواد الخام المادة الخام اللي هي بتتحول لمنتج اتنين ارتفاع سعر مصادر الطاق اللي هو المصدر اللي بيشغل الآلات في المصانع اتنين نقص الكوادر الفنية ما عنديش عمالة فنية مدربة اربعة قلة جودة المنتج ما بخرجش من المصنع منتج كويس عشان اقدر ابيعه خمسة التهرب الجمركي يعني ايه تهرب الجمركي يعني الضرايب لو انا جاي بضاعة من بره وعايز ادخالها مصر مفروض ادفع ضريبة اصحاب الصناعات ما بيدفعوش الضريبة دي وبيحاولوا يهربوا البضائع من اي طريق اخر رقم ستة كل ده بيؤدي الى قلة اقبال اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار الصناعي يعني اي حد بيجي بيشوف المشاكل دي كلها يهرب انه هو بتعمل ايه عشان تهتمل الصناع فلوسه في المصاب الدولة بتقولك انا عشان ازود الصناع بتاعتي هحاول انفتح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والاجانب على الاستثمار في الصناع الدولة هتحاول توفر للعرب والاجانب كل المواد المتاحة علشان يعملوا مصانع في مصر اتنين فتح اسواق في الداخل والخارج تعرض المنتجات المصرية في الداخل وفي الخارج حاجة كمان الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي بما تفسر قيام الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والصناعي بهدف تخريج عمالة فنية مدربة علشان اقضي على مشكلة نقص الكوادر الفنية كمان محاولة تقليل حجم الوردات المصنعة من الخارج علشان الصناعة عندي في مصر تزدهر اكتر طيب تعالى بقى نتكلم عن مشكلات البيئة الصناعية عندي ثلاث مشكلات بتقابل البيئة الصناعية اول مشكلة مشكلة التلوس البيئي تلوس البيئي ده عندي بينقسم الي حاجتين تلوس هوى وتلوس مية كلنا عارفين ان المصانع بنتم باعث منها الابخرة الضرة اللي هو الدخان يعني فبالتالي بيلوس الهوى وكمان القاء المخلفات المصانع في المياه ده بيلوس المية مش بيلوس المية بس ده بيؤدي كمان الى موت الاسماك وموت الكائنات الحية تاني مشكلة مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية يعني كلمة استنزاف كلمة استنزاف يعني سوء استخدام يعني انا بستخدم المواد الطبيعية بكسرة بطريقة ملهاش فايدة ده بيؤدي الى الاستنزاف يعني الحاجة عندي بتخلص بسرعة تالت مشكلة عندي مشكلة ازدحام المدن والعشوائية مشكلة انتشار العشويات كلنا عارفين اهم البيئة الزراعية ان هي بتحصل نتيجة الهجرة من الريف الى البيئة الصناعية يعني السكان بيهجر عشان فرص عمل افضل فبيعملوا بالبيئة الصناعية فده بيؤدي ازدحام المدن والمناطق العشوائية تعالا بقى نشوف المشكلات اللي بتواجه البيئة الصناعية اول حاجة نقل المصانع خارج المناطق السكانية يعني هنقل المصنع خارج اي منطقة فيها ناس ومش كده وبس الاقصار من المساحات الخضراء طب ليه مساحات الخضراء بتمتص الغازات الضر رقم اثنين تركيب مرشحات على مداخل المصانع اركب مرشح كلمة مرشح يعني فلتر طب ليه لمنع الغبار المنبعث مثل اهم مصنع عندي ملوث البيئة مصنع الاسمنت رقم ثلاثة تطوير الصناعة اطور الصناعة بتاعتي وعد الخطوط الانتاج طب لما اطور الصناعة وعد الخطوط الانتاج اللي هيحصل تقليل العوادم والمخلفات اربعة قامت الدولة بانشاء وزارة البيئة طب وزارة البيئة بتعمل ايه اصدار القوانين والتشريعات لحد من البيئة من التلوث او لحماية البيئة من التلوث رقم خمسة اخر مشكلة هحلها الحد من الهجرة وبناء مدن سكانية جديدة لسكان العشوائيات تعال بقى نحل كده اسئلة الواجب المدرسي ونشوف اهم الاسئلة السؤال الاول بيقول لي ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية تقصر المناطق العشوائية في المناطق الرفية نتيجة الهجرة طبعا الاجابة خطأ اتنين الاكثار من المساحات الخضراء يساهم في علاج التلوث طبعا الاجابة صحة تلاتة تسبب مصانع الاسمنت تلوث الهواء طبعا الاجابة صحة اربعة نقص الكوادر الفنية مشكلات بيئة صناعية غلط مشكلات صناعة خمسة التكلفة الزائدة لمصادر الطاق من مشكلات البيئة الصناعية غلط مشكلات صناعة السؤال التاني بما تفسر تلوث الماء وموت الاسماك والكائنات الحية اقول له بسبب القاء مخلفات المصانع في المياه خاصة مياه نارينية السؤال اللي بعده بيقول لي اهتمام الدولة بتطوير الصناعة وتعديل خطوط الانتاج ليه الدولة بتهتم بدأبوس كده لتقليل العوادم والمخلفات السؤال التالي بيقول لي ما النتائج المترتبة على انبعاث الابخرة والغزات المتصاعدة من مداخن المصانع ده ادى الى تلوث الهواء رقم اثنين القاء مخلفات المصانع السائلة في المجاري المائية ونهر النيل ده ادى الى تلوث الماء رقم بيه ما العلاقة بين الهجرة من الريف الى المدن وزيادة التلوث البيئة الهجرة من الريف للمدن اجابة بتاعتي الهجرة من الريف الى المدن تؤدي إلى انتشار العشوائيات مما يؤدي إلى زيادة التلوث البيئي سؤال الرابع أجب عما يأتي تعاني البيئة الصناعية من مشكلات التلوث البيئي إيه أسباب تلوث الهواء؟ هقول له انبعاث الأبخرة من مداخل المصانع طيب ما هي جهود الدولة لحل مشكلة تلوث الهواء؟ الدولة قالت لك أنا هعمل أكتر من حاجة منها إيه؟ نقل المصانع خارج المناطق السكنية وكمان الاكثار من المساحات الخضراء لتخليل التلوث أو امتصاص الغازات رقم ثلاثة تركيب فلاتر أو مرشحات على أدخنة المصانع طيب رقم بيه؟ وضح أهم مشكلات البيئة الصناعية عندي ثلاث مشكلات مشكلة التلوث البيئي مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية مشكلة ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائي تعالى بقى نشوف أسئلة الكتاب المدرسي على آخر درس جغرافيا السؤال الأول عندي بيقولي أكمل ما يأتي من مشكلات البيئة الصناعية المرتبطة بالصناعة واحد ارتفاع سعر المواد الخام رقم اتنين هقول نقص الكوادر الفنية رقم ثلاثة هقول قلة جودة المنتج الصناعي سؤال رقم بيه قامت الدولة بالعديد من الجهود لعلاج مشكلة البيئة الصناعية ومنها نقل المصانع التي تضرب البيئة خارج المناطق السكنية هقول انشاء وزارة البيئة وكمان أقول تركيم مرشحات أو فلاتر سؤال الثاني بما تفسر انشاءت الدولة وزارة البيئة هقوله لحماية البيئة من التلوث وإصدار القوانين والتشريعات رقم بيه الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي الإجابة بتاعتي لتخريج عمالة فنية مدربة رقم جيم تعاني البيئة الصناعية مشكلات تلوث بيئي هقوله بسبب تلوث الهواء وتلوث الماء سؤال الثالث ماذا يحدث إذا لم يوجد صناعة في مصر عدم زيادة الدخل القومي عدم الحصول على العملات الأجنبية انتشار البطالة وعدم توفير فرص عمل رقم بيه ماذا يحدث إذا لم تهتم مصر بتطوير المصانع وتنوعها أقول عدم تلبيت كافة حاجة السكان عدم تنوع الصناعات طيب السؤال الرابع اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أهم مشكلات البيئة الصناعية في مصر الاهتمام بالتعليم الفني الإجابة خطأ دي مشكلات صناعة بيه الانفتاح على العالم الخارجي يشجع على الاستثمار في مجال الصناعة الإجابة صحة جيم الهجرة من الريف إلى البيئة الصناعية تؤدي إلى مزيد من التلوث البيئي الإجابة خطأ تؤدي إلى ازدحام المدن وانتشار العشوائيات رقم دال الاستنزاف يعني تقليل الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد طبعا الإجابة خلط الاستنزاف يعني سوق الاستهلاك بإذن الله احنا كده خلصنا المنهج من أول أسبوع الجاية إن شاء الله هنبدأ حل المحافظات والمراجعة بإذن الله شوفكم على خير ويا ريتنا زاكر كويس اشتركوا في القناة